الحمد لله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلم يترك خيرا إلا ودل الأمة عليه ولا شرا إلا وحذرها منه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الصحابة رضي الله عنهم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الفجر فخطبنا حتى حضرة الظهر ثم نزل من على المنبر وصلى بنا الظهر ثم ارتقى المنبر فخطبنا وعظنا حتى حضرة العصر صلاة العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما يكون إلى قيام الساعة وما طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما حفظه من حفظه ونسيه من نسيه فصلوات الله وسلامه عليه علم الأمة وأرشدها إلى ما ينفعها في أمور دينها ودنياها وأول أمر وأهم شيء بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أصول الإيمان وأركان الدين كما جاء في حديث جبريل الطويل الذي رواه الإمام مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيل قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان يعني الأمور الأولى هي أركان الإسلام ثم أركان الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الساعة علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو قال فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فهذا الحديث العظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الدين وأركان الإيمان وركن الإحسان والسائل هو جبريل عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى هذا الرجل من أسئلته مضى ولا يعرفه من الصحابة أحد قال صلى الله عليه وسلم يا عمر وكان عمر بن الخطاب حاضرا قال تدري من السائل يا عمر قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل أعرابي ليعلم الصحابة رضي الله عنهم بسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الدين ومراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان وقد شرح العلماء هذا الحديث واعتنوا به عناية فائقة لأنه يجتمل على أمور الإسلام وأركان الدين وأصول الإيمان وأصول العقائد وقد بينا شيئا من الكلام على هذا الحديث فيما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بملائكته وبقي معنا شيء من أعمال الملائكة نتحدث عنه إن شاء الله وإذا بقي شيء معنا من الوقت نتكلم عن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل عليهم السلام فمن الإيمان بالملائكة ومن أعمالهم التي يعملونها أنهم ينتظرون الذين ينتظرون صلاة الجماعة تصلي عليهم الملائكة وتدعو لهم وورد في سنن النسائي أن الملائكة يصلون على الصفوف الأولى الصفوف المتقدمة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الأول وعلى التقدم إلى الصلاة وما في ذلك من الفضل قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني اقترعوا عليه من ما يكون في فضل هذا الشيء وهو التقدم إلى الصلاة وسماع الأذان والوقوف في الصف الأول الذي هو خلف الإمام الصف الأول هو ما يلي الإمام مباشرة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحضور والتقدم إلى الصلوات وقال إن انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط وذلكم الرباط ولما سأله الصحابي ماذا علي من الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه بعد التوحيد والإيمان بالله عز وجل القيام بالصلوات الخمس وأدائها حيث ينادى بهن قال تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قال لا أزيد على هذا ولا أنقص قال له صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع ثم لما أدبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وفي بعض الروايات من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا لأنه التزم بأن يقوم بأركان الدين وأركان الإسلام المهمة وهي بعد التوحيد الصلاة والصيام والزكاة والحج وورد أن الملائكة يصلون على الصفوف المتقدمة والصفوف الأولى كما ورد في سنن بن ماجة رحمه الله من حديث البراء بن عازب وحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وورد أيضا في سنن بن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة إذا وجد فرجة في الصف فإن المسلم يسدها ويتقدم إليها ويصل الصف وقد جاء في الحديث من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله وفي ذلك حث وترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على سد الفرج وكما جاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة قالوا وكيف يصفون الملائكة قال عليه الصلاة والسلام يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف وقد جاء في تفسير قوله تعالى والصافات صفا يعني أنها الملائكة وأمرنا بأن نتشبه بالملائكة في صفوفهم فالله عز وجل في عليائه وفوق سماواته وملائكته الكرام يصلون على الذين يصلون الصفوف ويسدون الفرج والخلل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف وسد الخلل وقال إنني أرى الشياطين يتخللون من خلال الصفوف التي فيها فرج فلذلك الواجب على المسلمين أن يتراصوا في الصفوف وأن يتحاذوا بالمناكب والأقدام الله عز وجل وملائكته أيضا يصلون على المتسحرين وهذه من أعمال الملائكة فقد جاء في صحيح بن حبان ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور فتأخير السحور من السنة والملائكة يصل والله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ولذلك ينبغي للمسلم إذا نوى الصيام أن يتسحر على تمرات والنبي أو على ماء إذا لم يجد شيئا يتسحر عليه ليدرك هذه الفضيلة الله عز وجل في سماواته وفوق عرشه وملائكته الكرام يصلون على المتسحرين وقد ذكرنا في الدرس السابق أن معنى صلاة الله عز وجل على عباده المؤمنين هو الثناء عليهم وذكرهم في الملأ الأعلى فهذا من فضل الله عز وجل على العبد أن يكون من المتسحرين في آخر الليل ليدرك بذلك صلاة الله عز وجل عليه وملائكته الكرام وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده والضياء المقدسي في المختارة وقد أثنى شيخ الإسلام رحمه الله على كتاب المختارة وهي للضياء المقدسي وأن غالب أحاديثها من الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة فروى الضياء المقدسي في كتاب سماه المختارة عن عامر بن ربيع بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو يكثر فما دمت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالملائكة تصلي عليك ما دمت تصلي عليه ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال ومن الأعمال المضاعفة التي تضاعف فيها الحسنات فليقل العبد من ذلك وليكثر ومن جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكره كان هذا فرجاً لهمه وتكثيراً لحسناته وقضاءاً لحوائجه وأيضاً من الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وذكر فضلهم وأن الملائكة تصلي عليهم وتصاحبهم الذين يزورون المرضى ففي زيارة المريض فضل كبير وهي من سنن الإسلام ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم فقد روى الإمام أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يعود مريضاً ممسياً إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة يعني كان في ضيافة الله عز وجل وفي كرامته وكان في خرفة الجنة ويعد الله تعالى له نزلاً وكرامة لزيارته لأخيه المسلم ومن أتاه صباحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة هذه في فضل زيارة المريض وهذا مما حث عليه الإسلام ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض والدعاء له والتخفيف عنه وفيه من الأجل الكبير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه هي صلاة الملائكة علينا وعلى من يفعل هذه الأعمال الكثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة بل وفي الآيات القرآنية أن الملائكة عليهم السلام يستغفرون للمؤمنين في الأرض ويثنون عليهم ويدعون لهم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وفي سورة غافر أخبر الله عز وجل أن حملة العرش والملائكة الذين حول العرش ينزهون الله عز وجل ويسبحونه ويخضعون له ويخصون المؤمنين التائبين من الذنوب يخصونهم بالدعاء كما قال الله عز وجل في حملة العرش وهم من سادات الملائكة لأن الله عز وجل خصهم بحمل عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملائكة أيضا لهم دوي وتسبيح حول عرش الرحمن تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عذن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فهذا في فضل التوبة من المعاصي والرجوع إلى الله عز وجل فالملائكة يصلون ويستغفرون للتائبين والعائدين إلى الله عز وجل والله عز وجل يفرح بتوبة العبد وعودته إلى الله عز وجل كما يفرح العبد بعودة الغائب العزيز عليه أو إذا فقد شيئا ثم وجده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم أظل راحلته في صحراء ثم جلس تحت دوحة أو شجرة ينتظر الموت عليها زاده ومتاعه أظل راحلته فقد ناقته وعليها متاعه ثم استسلم للموت لأنه وقع في الجوع والعطش والتعب والإرهاق ثم نام فلما أفاق من نومه وجد راحلته واقفة فوق رأسه فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أشكرك وأحمدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل الذي فقد متاعه وراحلته في صحراء مغفرة واستسلم للموت والله عز وجل هو الغني الحميد ليس بحاجتنا ولا بحاجة عبادتنا ولكنه من كرمه عز وجل ورحمته بالعباد يفرح بعبده أن يتوب وأن يرجع وأن ينيب إلى الله عز وجل وأن يترك تلك المعاصي ونحن نعرف أن التوبة الصحيحة التوبة المقبولة لا بد لها من شروط وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب وأن يندم عليه أن يقلع عنه هذه الشروط الثلاثة لقبول توبة العبد من الذنوب أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم ويشد العزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية فإن عاد إليها يجدد توبة جديدة والله عز وجل إذا جدد العبد توبة جدد الله تعالى له توبة وغفرانة وقبل تلك التوبة وإذا كانت من حقوق العباد فأيضا يضاف لها شرط رابع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت من حقوق العباد لا بد أن يردها عليهم سواء من مال أو عرض أو غيره فيتحلل من أخيه المسلم إذا وقع في عرضه أو أخذ شيئا من ماله أو اعتدى عليه أو قصر في حقه فإنه يتحلل من هذه المظلمة التي أوقعها في أخيه المسلم بأن يرد عليه ماله أو يستسمح منه فهذه أربعة شروط للتوبة ثلاثة ذكرناها إذا كانت في حق المعصية والشرط الرابع إذا كانت في حق أخيك المسلم أخذت مالا أو تكلمت في حقه أو في عرضه أو اغتبته في غيبته فإنك تتسامح منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليتسامح المسلم من أخيه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إنما هي الحسنات والسيئات أيضا الملائكة من أعمالهم أنهم يشهدون مجالس الذكر كما ورد في صحيحي البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا هلموا رحمكم الله حاجتكم هلموا إلى حاجتكم لأنهم سمعوا ذكرا فيدعوا الملائكة بعضهم بعضا إلى حلق الذكر ليستمعوا لها فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء هذا في فضل مجالس الذكر وهذا الحديث في الصحيحين وهي أعلى درجات الصحة بعد القرآن الكريم صحيحي البخاري مسلم فلله عز وجل من أعمال الملائكة الكرام الكاتبين من أعمالهم أنهم يطوفون في الطرق وفي الأماكن فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر دعا بعضهم بعضا أن هلموا تعالوا إلى حاجتهم ليستمعوا الذكر فيحفونهم بأجنحتهم حتى يصلوا إلى السماء وورد أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا كان هذه الحلقة في بيت من بيوت الله وفي مسجد من مساجد الله عز وجل أن هذا أفضل وأفضل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده هذه أربع خصال في فضل مجالس الذكر التي يتلى فيها القرآن ويستمع فيها إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها التناصح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير وهذا هو ديدن المسلم أن يبحث عن حلق الذكر ومجالس العلماء ومجالس الدعاء وأماكن الخير فيحضر فيها ليحظى بهذا الشرف العظيم ويروى أن ثلاثة أتوا إلى حلقة من حلقات النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام فجاء أحدهم ودنى من الحلقة ليستمع للذكر والثاني استحى وجلس في آخر الحلقة والثالث أعرضا ولم يجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه وأما الثاني فاستحى فاستحي الله منه وأما الثالث الذي أعرض عن مجالس الذكر والعياذ بالله أعرض فأعرض الله عنه أعرض فأعرض الله عنه ولا شك أن من أعرض الله عز وجل عنه فهو شقي والعياذ بالله فعلى العبد إذا سمع موعظة أو تذكرة أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ندوة أو محاضرة فيها خير ودعوة إلى الله عز وجل وتوعية للمسلمين أن يحرص على مجالس الذكر ومجالس العلماء وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص ما يكونون على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان بعضهم ينيب أخاه في إذا كان ذاهبا إلى مزرعته أو إلى متجره أو إلى عمل من أعمال الدنيا ينيب عنه أحدا من إخوانه ليستمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حرصهم على الخير ليتفقه في دين الله عز وجل وليعملوا به فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهذا من التعاون على البر والتقوى أن تسمع حديثا أو آية فتفقهها فتعلمها لإخوانك ولأهل مسجدك ولأبنائك ولأهل بيتك فأنت تنشر الخير ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات من القرآن الكريم حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل قالوا فأخذنا العلم والعمل جميعا وبعض الناس يعتقد أنه لا يفهم ما قاله الله في القرآن أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة وما حمله الصحابة رضي الله عنهم لنا حتى وصل إلينا كلام الله عز وجل أنزله الله عز وجل قرآنا عربيا واضحا آيات بينات إنا جعلناه قرآنا عربيا فالقرآن محل التدبر وللتفكر أفلا يتدبرون القرآن الخطاب للجميع الخطاب للأمة ليس الخطاب فقط للعلماء أو للدعاء أو للأساتذة أو للدكاتر أو لأهل الفكر الخطاب للجميع كل مسلم يقرأ القرآن عليه أن يتدبر القرآن فالقرآن على مراحل شيء يفهمه الناس من ظاهر كلامهم كما ذكر الله عز وجل فيها السماء والأرض والجبال والأشجار أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت حتى البدوي في الصحراء يستطيع أن يتفكر في خلق الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت فذكر إنما أنت مذكر فعلى العبد أن يتفكر في كلام الله عز وجل وأن يتدبره وما خفي عليه والأمور التي لا يستطيع أن يفهمها يراجع فيها العلماء يقرأ فيها في كتب التفسير فكتب التفسير بالعشرات بل بالمئات علماء الإسلام ألفوا كتبا في التفسير غاية في الوضوح فسروا كلام الله بكلام الله فسروا القرآن بالقرآن وفسروا القرآن بالسنة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروا القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا الوحي وشاهدوا التنزيل وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عربا أقحاحا يفهمون ما يقوله الله عز وجل في كتابه وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول للبشرية كلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه مرسل للبشرية كلها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عربهم وعجمهم بل بعث إلى الجن والإنس وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به فالجن لما سمعوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى قومهم منذرين ومبشرين ومعلمين لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن جميعا وكان النبي يبعث إلى قومه النبي في قريته أو إلى موسى بعث إلى بني إسرائيل عيسى إلى بني إسرائيل متممًا لهم إبراهيم الخليل بعث إلى قومه هود بعث إلى قوم عاد صالح بعث إلى ثموت كان النبي يبعث إلى قومه خاصة أما رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي إلى الناس عامة عربهم وعجمهم بل إلى الجن والإنس إلى الثقلين لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة سورة الرحمن التي هي عروس القرآن وقرأ قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان سكت الصحابة قال لقد كان الجن أحسن منكم جوابا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فقال الصحابة مثل ما كان يقول الجن كان الجن يردون على ما قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان الآلاء هي النعم وما أفاء الله عز وجل على الناس وعلى الجن والإنس من الخير ومن العلم ومن الوحي فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الجن ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فقالها الصحابة رضي الله عنهم تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعها النبي من الجن يقولونها فخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم المعنى الكبير يقوله عليه الصلاة والسلام في عدة كلمات وهو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره كلامه عليه الصلاة والسلام قال الصحابة كنا نعده عدا وكان صلى الله عليه وسلم إذا قال كلمة كررها ثلاثا حتى يعقلوا عنه ويفهموا وكان كلامه محدودا كان كلاما فصلا أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم لو أردت أن تشرح حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يحتاج إلى مجلدات فالمسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يعتدي على أحد بضرب أو شتم أو قذ أو غيبة أو نميمة وخذ من هذا الشرح لهذا الكلام المحدود الذي يأتي في سطر أو في نس سطر هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أفصح الناس على الإطلاق أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الأمم السابقة لا يصلي إلا في كنيسة أو في دير أو في غيره أو في الصوامع أما هذه الأمة فخصت بفضل الله عز وجل أنها أعطيت لها الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده وضوءه وعنده مسجده إن وجد ماء توضى وصلى في أي مكان وإن لم يجد ماء تيمم وصلى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وابعثت إلى الناس كافة هذه من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجالسه ويحرصون عليها أشد الحرص حتى ينيب بعضهم بعضا فإذن الملائكة تجلس في مجالس الذكر وتستمع إلى ما يقوله العلماء وما يقوله الدعاء وما يقرأه القارئون والأئمة فيحفون بهذه المجالس بأجنحتهم حتى يصلوا إلى السماء لأن الملائكة أرواح خلقت من نور تطير في الهواء لها أجنحة وقد ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض له ستمائة جناح قد سد الأفق سد ما بين السماء والأرض هذا خلق من خلق الله جبريل عليه السلام الذي موكل بالوحي وهو الذي حمل قرى قوم لوط على طرف ريشة من جناحه حتى وصلت إلى السماء ثم قلبها قرى قوم لوط والعياذ بالله الذين يفعلون الفاحشة ولم يستجيبوا لدعوة نبي الله لوط عليه السلام فهذا ملك من الملائكة حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه الذي هو جبريل له ستمائة جناح قد سد ما بين السماء والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فإذا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله الآن أنتم في حلقة من حلق الذكر الملائكة تحف بكم وتذكركم عند الله عز وجل وهذا فضل من الله عز وجل على العبد أن يحضر مجالس الذكر وأن يحرص عليها فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فالله عز وجل أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين أنزلها عليهم في مواقع كثيرة في غزواته صلى الله عليه وسلم وحين خوف الصحابة من أعدائهم أنزل الله عليهم السكينة والرحمة فتنزل السكينة على المؤمنين إذا جلسوا في مجالس الذكر يستمعون إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كل خصلة من هذه الخصال خير من الدنيا وما فيها وورد في سنن الترمذي رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو يعني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تتواضع له وتبسط له أجنحتها رضا بعمله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فالملائكة ترضى عن طالب العلم الذي يبذل وقته وجهده وخطواته إلى مجالس الذكر ومجالس العلماء ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن إخوانه وينال المراتب والأجور العظمى عند الله عز وجل ومنها أن الملائكة تضع له أجنحتها رضا بما يطلب ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الطريق إلى الجنة من طريق العلم ومجالس العلماء ومجالس الذكر ومجالس الخير ومجالس الدعوة فيحمد العبد ربه على هذه النعمة أن خصه الله تعالى بأن يجلس في مجالس الذكر لا سيما في الحرمين الشريفين فهنا تضاعف الحسنات وتضاعف الأجور وتمحى السيئات والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالكعبة عليه الصلاة والسلام ومعه عمر رضي الله عنه والصحابة فقال لعمر يا عمر ها هنا تسكب العبرات في بيت الله الحرام تسكب العبرات وتمحى السيئات هنا الفضائل فما بالك إذا كنت في بيت من بيوت الله وفي حرم الله الآمن الذي منى الله عز وجل على المؤمنين بهذين الحرمين الشريفين ومنى أيضا بهذا الأمن أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ومنى الله عليك أيها المسلم بالحج إلى بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة في أشهر الحج والأشهر الحرم وتجلس في مجالس الذكر وتستمع إلى كلام العلماء وكلام المدرسين فهذا فضل من الله عز وجل بأن تصرف أوقاتك فيما ينفعك من ذكر ومن تلاوة ومن تلبية ومن دعاء فأنت من خير إلى خير وبعض الناس والعياذ بالله قد حرم فهو في مجالس الله ومجالس اللعب قد بعضهم تجد عنده والعياذ بالله الكآبة والشقاء وضيق الصدر لأنه بعيد عن ذكر الله بعيد عن مجالس الذكر بعيد عن كلام الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب ترتاح القلوب وتجد والعياذ بالله بعض الناس وهو من أغنى أغنياء العالم تجده ينتحر لأنه يبحث عن السعادة فلا يجده فيحتسي سما أو يرمي نفسه من شاهق ويقتل نفسه لأنه يبحث عن السعادة السعادة هي في الإيمان السعادة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل السعادة في القرآن السعادة في الصلاة السعادة في الصيام السعادة في الحج السعادة في الصدقة السعادة في بذل المعروف في الإحسان إلى الناس في مساعدة المحتاجين كل هذه الأمور تجلب لك السعادة ولست أرى السعادة جمع مالي ولكن التقية هو السعيد السعادة هي في التقوى هي في الإيمان هي في الأعمال الصالحة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس طلعت عليه الشمس على كنوز الدنيا ذهبها وفضتها وقصورها وأموالها وخيراتها هذه الكلمات أحب إلى الله من الدنيا وما فيها بل هي الباقيات الصالحات لأن الدنيا تفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من على الدنيا سيفنى لن يبقى أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بعد مئة سنة لا يبقى على الأرض ممن هو عليها أحد فلم يبقى أحد لا من الصحابة ولا من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأحب الخلق إلى الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون فالسعادة هي في طاعة الله عز وجل في حلق الذكر في تلاوة القرآن في الذكر وهي الباقيات الصالحات التي ستجدها عند الله عز وجل في صحيفتك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالملائكة تحف بحلق الذكر والذاكرين لله عز وجل وتحفهم وتسجل أيضا تسجل هذه الحسنات وهؤلاء الجالسين في هذه الحلق ويجدون هذه في صحائفهم يوم القيامة فالأعمال الصالحة تقربنا إلى الله عز وجل وتقربنا من الملائكة ولو استمر العباد على هذه الحالة من الذكر ومن جلوس في مجالس الذكر كما في الحديث الذي رواه مسلم لصافحتهم الملائكة في الطروقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه برواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم صافحتكم الملائكة في الطروقات وفي بيوتكم على فرشكم لو تكونون على ما أنتم عليه من ذكر الله عز وجل ومن الخير الذي أنتم عليه العبد لا يكون فقط على الخير وهو في المسجد أو في حلق الذكر بل هو حتى وهو في بيته يكون ذاكرا لله عز وجل من فوائد ذلك أن الملائكة لو تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات وصافحتكم في بيوتكم وعلى فرشكم بل في حديث حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي قال لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها تصافحكم وتضللكم لأنكم كنتم في مجالس الذكر ومجالس الخير أيضا من أعمال الملائكة العظيمة أنهم يسجلون الذين يأتون إلى صلاة الجمعة الأول فالأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه هذا أعلى درجات الصحيح الذي اتفق عليه البخاري ومسلم أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ثم من فرد البخاري به ثم من فرد به الإمام مسلم فهذه هي درجات الأحاديث فهذا من الأحاديث المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة يسجّلون الذين يأمون صلاة الجمعة الأول فالأول فكما في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة طووا الملائكة تلك الصحف وجلسوا يستمعون الذكر متفق عليه فالمبادرة لصلاة الجمعة والتبكير لها هذه من فضائل الأعمال تسجّلك الملائكة في تلك الصحف فإذا خرج الإمام طووا الصحف اللي يأتي بعد ما يخرج الإمام للخطبة ويرتقي للمنبر ويبدأ في خطبته لا يكون من المسجّلين في صحف الملائكة فقد فاته أجر كثير وخير كثير وأيضاً الملائكة يسجّلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة فقد ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوماً نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه قال الصحابي هذا الدعاء ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه بعد ما رفع من الركوع فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلم قال من المتكلم من هو الذي قال هذا الكلام ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها الأول والبضع ما بين الثلاثة إلى العشرة يعني يكون ثلاثة ملائك ثلاثة وثلاثين أو أربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين ملكاً أو سبعة وثلاثين إلى تسعة وثلاثين ملكاً ما بين الثلاثة إلى التسعة هذا هو البضع في العدد رأيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يرى الملائكة ويرى أعمالهم ويراهم يكتبون ويراهم يظللون الشهداء من الصحابة رضي الله عنهم كما ظللوا حنظل رضي الله عنه وكما شهدوا أيضاً جنازة سعد بن معاذ وكما شهدوا أيضاً جنازة عبد الله بن حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة يبتدرون هذا الدعاء أيهم يكتبها الأول ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فهؤلاء الكتب من الملائكة غير الملائكة الذين يسجلون الحسنات وصالح الأعمال لكونهم بضعة وثلاثين ملكاً والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ذكر لنا أن هناك ملائكة يتعاقبون علينا ويلتمسون مجالس الذكر ويشهدون الجمع والجماعات فطائفة تنزل وتجلس وطائفة تصعد كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجون فيعرج الذين باتوا فيكم إلى السماء ويأتون إلى الله عز وجل فيسألهم الله وهو أعلم بحال لا تخفى عليه خافية وهو أعلم بهم فيقول لهم يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون هذا في صحيح البخاري ومسلم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وهذا دلال على فضل هاتين الصلاتين والنبي عليه الصلاة والسلام يحث على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر وعلى صلاة العشاء وقال في صلاة الفجر وصلاة العشاء أنهما أثقل الصلوات على المنافقين أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا حبواً على الأيدي والركب لفضل هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العشاء وأيضاً حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال العلماء هي صلاة العصر ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وحبسه المشركون في القتال عن صلاة العصر حتى غابة الشمس فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم ناراً حبسون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابة الشمس يعني الصحابة ما استطاعوا أن يصلون قبل فرض صلاة الخوف حتى غابة الشمس فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين لأنهم حبسوه عن صلاة العصر وصلاة العصر أيضاً من الصلوات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر ومن فاتته صلاة العصر يقول عليه الصلاة والسلام فكأنما وتر أهله وماله والعياذ بالله كأنما خسر أهله وماله وبعض الناس يتساهل حتى تغرب الشمس يكون في عمل أو في صناعة أو في تجارة أو في شغل ويشتغل عن الصلوات هذا على خطر عظيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مفروضاً موقوتاً موقوتاً بوقت محدد ونزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أوقات الصلاوات نزل في صلاة الفجر ونزل في صلاة الظهر ونزل في صلاة العصر ونزل في صلاة المغرب ونزل في صلاة العشاء وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام الوقت ما بين هذين كل صلاة لها بداية ولها نهاية لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة خاصة صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنافقين والعياذ بالله يؤخرونها حتى تكون الشمس بين قرني شيطان لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلاً أثقل الصلاوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوى وهذا من أهمية هذه أداء الصلاوات في وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وابن مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة يقول رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلاوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فهذا من أهمية أداء الصلاة في وقتها وأدائها مع جماعة المسلمين فالملائكة تحضر هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر ويسألهم ربهم عز وجل إذا صعدوا إلى السماء يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فهذه شهادة من الملائكة والله عز وجل لا تخفى عليه خافية ويعلم كل شيء ولكن ليبين فضل هاتين الصلاتين وأن الملائكة يسجلون تلك الأعمال الصالعة ولعل هذه الملائكة الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم عز وجل كما في صحيح مسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه والأشاعر من أبو موسى الأشعري من علماء الصحابة وهو من أهل اليمن وكان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن إذا أتوا إليه ويقول الإيمان يمان والحكمة يمانية ومنهم أبو موسى الأشعري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بيوت الأشعريين من تلاوتهم للقرآن بالليل إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته سمع تلاوة الأشعريين ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة وهو من الذين يحسنون تلاوة القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وقد عظم الله عز وجل شأن صلاة الفجر لأن الملائكة تشهدها قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومعنى إن الله عز وجل يخفض القصط ويرفعه القصط هو الميزان وهو العدل سمي الميزان قصطا لأن القصط هو العدل يعني أنه توزن فيها أعمالهم وتوزن فيها أرزاقهم فالله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة إلى الله والأرزاق التي تنزل إلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة